الكلاب الضالة لا من الداخل ولا من الخارج لا ديولنا ولا اللي ماشي ديولنا غير كيشوفوا هاد الشيخ الفيزازي الفيجورة ديالو وكأنه الطير فوق رؤوسهم فتفضل مشكورة السلام عليكم مساء النور لله درك صلتك الله عليهم صلتك الله عليهم والله كم قيل لي كم قيل لي كم قيل لي ألف مرة بأن هناك الصقر الحر هناك ناس ومرة دخلت بشكل عابر وإذا بأحدهم يقول فزازي الكلب فزازي الكلب لأنه استقبال أسعى الشرع فأقول سبحان الله لا أدخل مع أولئي الناس أولئي يعني دون مستوافى لكن الآن استمعت إليك منذ أزيد من ساعة بسم الله الرحمن الرحيم الآن فضحته فضحا فضحته فضحا رفعت عنه ستار وسقط القناع ونزل النقاب فالآن نحن أمام خونا أمام خونا حقيقيين أنا أقول لهذا الغرباوي أقول له إذا ما دخل كنت شيء وحد للحبس رأى الفزازي غايدخلك للحبس بالقانون رأى نغرقك في الحبس بالقانون هذيك الصورة ديالي اللي كتنشر وكتسب وكتعاير وبضرب في الأعراض وتكتب عليا غادي نغرقك في الحبس بالقانون أنا ما غاديش نعمل بحال هذك العاجوز اللي قال إذا دخل أسعاد الشرعي والله حتى نحره لا 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 أنا غادي ندخلك للحبس بالقانون أن السورة ديالحبس ماشي في الدين ولكن طريق ديالحبس يمر شكايات ويمر عبر المحامين ويمر عبر القضاء وهذي نغرق لك الشقف بالقانون لأنك مجرم لأنك معتدن على رجل ليست لك معه أي علاقة وليست لك به أي صلة وكل ما هناك أن الحقد يأكلك بلك ألش لست أدري إذا كنت تطعن في وطنيتي فوطنيتي أكبر من وطنيتك ووطنيتي اليدينا خلفوك إلى سيدنا أدم عليه السلام إذا كنت تطعن في ولائي لمالكي فولائي لمالكي يغمر جدك وتصلتك وشد جد 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 تصلتك فأنا أكبر من أن تنال مني أو أن تصفني بأي صفة مشينة أو مخلة ولكن تذكر أنا ما كان عارفش ما كان عارفش نعري لك المصارن ديالك كما يفعل يسير أنا لا أحسنه وليست للقدرة التي عنده يسير الذي تتبع عورتك ويجبد لك المصارن ديالك شنو فيهم أنا لا 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 أنا لست هكذا يسير سبحان الله كل واحد ولاش خلق الله كل واحد والطاقة دياله صح أنا أذكر هذا الكلام جيدا ومعمرني هدرت معاك ومعمرني جبدتك وما كان عارفكش أنا لا أعرفك لكن الآن عارفنا من أنت أقسم بالله الذي لربسي وحتى نغرقك في الحبس بالقانون بالمحامين بالشكايات بالعدل وغادي نعرفك شكون هو اللحيا وشكون هو هات الشيخ وشكون هو جميع ديالك الصفات اللي ذكرت ديال السوء غادي تجاوب عليهم أمام وكلمالي باش نعرفك على أن هذه البلاد فيها رجال وإذا أصيبوا في شرفهم أو في عرضهم أو شتيموا أو حصل لهم من الأذى ولحقهم من الضرر فنحن نعتمد بعض الله على القضاء المغربي وعلى المؤسسات الأمنية وعلى رجال الدولة الذين يحقون الحق والذين يعطون لكل دي حق حقه فأنت الآن متهمون مجرمون متلبسون متلبسون بالسوء وأظن أن هناك الكثير لست وحدي أنا والأستاذة سميرا والأستاذة نرجيس والأستاذة فتيحة والأخ العزيز ياسير وأظن أن آخرين كثر فإذا رفعت الشكايات بجماعة فليس لك إلا عكش أقولها لك وأنا لست مواطنا يعني مواطن وصفغة ديسايك أنا رئيس الجمعية المغربية للسلام والبلغ أنا رئيس الجمعية المغربية للسلام والبلغ أنا خطيب جمعة منذ 1976 أنا ولا فخر شخصية عمومية وده بغا دي نبقي لك ودنك شوية الطعن في شخصية عمومية يكلفك الكثير الطعن في شخصية عمومية ليس كالطعن في أي شخصية أخرى سبيتي واحد الإنسان كيعرفو عشرات الناس وسبتي واحد الإنسان كيعرفوه الملايين فرق كبير حتى في العقوبة السي الغرباوي فرق كبير وسترى كما قال الله عز وجل وسيرى الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إليك الكلمة أخي ياسر شكرا وما شغل أنت اللي تضررتي أنا كنشوف كشوتها المنظمة النسوية أو الجمعيات إجمعيات نسوية